بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في الوحدة الثانية أنا وأنتم نبتدئ هذه الوحدة بدرس المملكة العربية السعودية الموقع حيث تتضمن الوحدة الثانية التي بعنوان المملكة العربية السعودية العمق الحضاري عدة دروس نبدأها بالموقع الدرس الثامن الأثار والمصادر الكلاسيكية الدرس التاسع الكتابة والشعر والدرس العاشر أسواق العرب الحادي عشر الشخصية العربية الثاني عشر الممالك العربية القديمة والثالث عشر معالم تاريخية إسلامية إذن هذه الوحدة الوحدة الثانية المعنوان ذات العنوان المملكة العربية السعودية العمق الحضاري تتكون من أو تحتوي الموقع الآثار والمصادر الكلاسيكية الكتابة والشعر أسواق العرب الشخصية العربية الممالك العربية القديمة معالم تاريخية ونبدأها أنا وأنتم بالدرس السابع المملكة العربية السعودية العمق الحضاري الموقع أبنائي وبنات الطلاب كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية تشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر بالمليونين كيلو متر مربع إذن المملكة العربية السعودية وطننا الغالي يشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية حيث تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من قارة آسيا هذا أعطاها موقعا متميزا حيث أصبحت ملتقى لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ممتازين آسيا وأفريقيا وأوروبا إذن المملكة العربية السعودية كما ذكرت لكم هي تشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية كاملة تقدر مساحتها بثلاثة ونصف مليون كيلو متر مربع المملكة العربية السعودية مساحتها مليونين كيلو متر مربع حيث تقع في الجزء الجنوب الغربي أحسنتم من قارة آسيا تشغل موقع متميز بماذا يتميز أنها في ملتقى لقارات العالم تسمى قارات العالم القديم هي آسيا وأفريقيا وأوروبا أحسنتم يتميز هذا الموقع بأنه جعل شبه الجزيرة العربية في الماضي وإلى يومنا الحاضر هي رابط حضاري بين دول العالم من النواحي مختلفة ومن جهات مختلفة فما هي هذه الروابط أولاها أولى هذه الروابط روابط أو نواحي اقتصادية حيث أصبحت شبه الجزيرة العربية قديما وإلى يومنا الحاضر محورا مهما في العلاقات بين دول هذه القارات الثلاث ما هي آسيا وأفريقيا وأوروبا من الناحية الاقتصادية أصبحت محور مهم ونقطة التقاء لقارات العالم الثلاثة على قارات القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى أنها أصبحت أيضا نقطة اتصال اقتصادي مهم واستراتيجي لهذه القارات ومن الناحية الاجتماعية أصبحت شبه الجزيرة العربية مصدرا لهجرات السكان إلى دول أخرى إذن هذه من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الثقافية تمكنت شبه الجزيرة العربية من التأثر بمحيطها الذي ترتبط به ومن الناحية الدينية أصبحت مصدر الشعاع للعالم عندما ظهر الإسلام إذن لدينا الناحية الاقتصادية الممتازين الاجتماعية الثقافية الدينية الاجتماعية الاجتماعية نقطة التقاء للقارات الآسية أوروبا وإفريقيا اجتماعية ممتازين أحسنتم ثقافية حيث تأثرت وأثرت بمحيطها دينية حيث أصبحت مصدر الشعاع للدين الإسلامي إلى العالم بأسرة ما هي الأسباب التي جعلت مكانة وموقع شبه الجزيرة العربية بهذه الأهمية واحد وجود الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي اتجاه جميع المسلمين إلى الكعبة في صلواتهم ومجيء الحجاج والمعتمرين إليها من كافة أنحاء العالم إذن أولا وجود الأماكن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة واتجاه المؤمنين المسلمين كل يوم خمس مرات باتجاه الكعبة بالإضافة إلى قدوم الحجاج والمعتمرين إليها طيلة أيام العام وفترة الحج كما تعلمون إذن هذا هو السبب الأول السبب الثاني أنها ذات موقع متوسط بين ثلاث قرات رئيسية مهمة آسيا وأوروبا وأفريقيا أو أوروبا وآسيا وأفريقيا إذن هذا الموقع أعطى لشبه الجزيرة العربية كما ذكرت لكم قوة ومكانة اقتصادية بالإضافة تأثيرها الاجتماعي أيضا كان لها التأثير بالإضافة إلى أنه انتشر وانتقل واندوا وخرج وانطلق منها الشعاء ونور الإسلام أيضا مرور طرق تجارية قديمة وحديثة سواء كانت برية وبحرية وحاليا أيضا جوية من خلالها إذن مرور طرق تجارية كثيرة برية وبحرية من خلال شبه الجزيرة العربية أحسنتم أيضا الروابط البحرية من ثلاث جهات الغرب البحر الأحمر ممتازين الشرق الخليج العربي وفي الجنوب ممتازين بحر العرب الذي يتصل بالمحيط الهندي ممتازين إذن هذه الروابط البحرية التي سهلت وجعلت من التواصل بشبه الجزيرة العربية أمر مهم واستراتيجي سهلت التواصل مع العالم سهلت هجرات السكان منها وإليها بالإضافة إلى سهولة الارتباط الاقتصادي بها حيث وجد البحر الأحمر في الغرب الخليج العربي في الشرق وبحر العرب والمنتصل بالمحيط الهندي في الجنوب واليوم المملكة العربية السعودية معظم تشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية وترث هذه المكانة والموقع المهم لتستمر في إعمار الأرض وخدمة الدين والمقدسات والتواصل مع الشعوب الأخرى والتواصل مع الشعوب الأخرى إذن أبنائي أكرر على أسباب مكانة أو أسباب أهمية مكانة شبه الجزيرة العربية أولها ممتازين وجود الأماكن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تعد هي مقصد للمسلمين في صلواتهم الخمس بالإضافة إلى حجهم وعمرتهم إليها أيضا التوسط بين قارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا ممتازين ممتازين مرور طرق تجارية برية مهمة تمر من خلال شبه الجزيرة العربية توسطها أو وجود البحار المهمة الثلاث التي سهل على سكانها وعلى موقعها أو أضفى إلى موقعها أهمية عظمى البحار هي البحر الأحمر في الغرب والخليج العربي في الشرق وبحر العرب المتصل بالمحيط الهندي من جهة الجنوب وكما تعلمون أن المملكة العربية السعودية تشغل معظم مساحة ممتازين شبه الجزيرة العربية وترث هذه المكانة موقعا مهما لتستمر من خلالها في إعمار الأرض وخدمة الدين والمقدسات والتواصل مع الشعوب الأخرى ما هي مكانة موقع شبه الجزيرة العربية قديما لماذا موقع شبه الجزيرة العربية قديما أبنائي وبناتي الطلاب مهما إلى الأسباب التالية أولا لها مكانة خاصة منذ ألاف السنين حيث استفادت من محيطها البري بالإضافة إلى إطارها البحري حيث أنها ممتازين تقع ضمن أو في محيطها ثلاثة بحار من الشرق الخليج العربي ممتازين ومن الغرب ممتازين أحسنتم ومن الجنوب البحر العرب المتصل بالمحيط الهندي فالمحيط البري أبنائي كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية ذات تنوع طبيعي متميز ورائع حيث يوجد فيه السهل والرمل والجبل فهذا التنوع أضفى وأعطى شبهة الزيرة العربية أهمية عظمى حيث أدى ذلك إلى تنوع في البيئة الطبيعية تنوع في المنتجات وغيرها أيضا وجود ثلاث ممرات بحرية مهمة أيضا أضفى لها أهمية عظمى فهذه البحار أسهمت كثيرا في تكوين موقع شبه الزيرة العربية الاستثنائي ومكانتها حيث سهل الارتباط المتعدد بالحضارات والدول والمجتمعات الأخرى في أوروبا وآسيا وآفريقيا فالبحر الأحمر ربط شبه زيرة العربية وحضارتها بأفريقيا وأوروبا أيضا ربط أفريقيا وأوروبا بآسيا الخليج العربي ربطها بالشمال بالمجتمع الآسيوي في الشمال وفي الجنوب أيضا عرفت شبه زيرة العربية بموقعها ومرور الكثير من الطرق البرية والبحرية المهمة الخاصة بالتجارة بالإضافة إلى الانتقال إلى الحج ومن أبرز هذه الطرق طريق البخور وهو من الطرق التجارية المهمة وللبخور طريقان إحداهما بري والآخر بحري وكان هذا الطريق نشطا في العصور القديمة لتجارة ماذا؟ ممتازين من عنوانها تجارة البخور من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا لماذا؟ لماذا أصبح هذا الطريق مهما أو أطلق عليه طريق البخور؟ لأن البخور أبناء وبنات الطلاب كان يستخدم في طقوس الرومان واليونان الدينية القديمة فلا بد من مرور هذا الطريق من خلال شبه الجزيرة العربية وهو مما أضف أهمية عظمى لشبه الجزيرة العربية حيث أصبح من أبرز المواد التي لها طلب كبير جدا وهو ما نشط الطريق بشقيه البري والبحري وكان في نجران والفاوف في المملكة العربية السعودية محطاتان مهمتان لهذا الطريق بالإضافة إلى الموانئة القديمة على البحر الأحمر الطريق الثاني أو الطرق التجارية القديمة تنطلق من جنوب شبه الجزيرة العربية ممتازة وتمر بوسطها مثل الدرعية وحجر اليمامة الرياض حاليا والخارج وقبلها الفا ونجران وتتجه نحو الشرق إلى الخليج العربي ومن ثم إلى العراق ومن ثم إلى الشمال باتجاه الشام ثم إلى مصر والبحر المتوسط وتنتقل بعد ذلك إلى أوروبا وتربط هذه الطرق القديمة بما يعرف قديما بطريق الحرير إذن أبناء وبناء الطلاب أهمية موقع شبه الجزيرة العربية تأتي من خلال أولا أنها تتميز موقع مهم أنها تشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية أنها نقطة التقاء ممتازين للقرارات الثلاث أنها ذات أهمية اقتصادية اجتماعية ممتازين ثقافية دينية أحسنتم ومن ثم تعرفنا أيضا على أهمية موقع شبه الجزيرة العربية والوجود المقدسات أحسنتم التوسط بين القرارات الثلاث ممتازين مرور الطرق التجارية أحسنتم الروابط البحرية بوجود البحار الثلاث البحر الأحمر الخليج العربي في الشرق بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي في الجنوب وكما تعلمون أبناء وبناء الطلاب أن معظم مساحة شبه الجزيرة العربية يشغلها الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ما أهمية ممتازين تأتي بسبب موقعها لأنها تعتمد على محيطين بري وبحري من خلال وجود أبناء المحيط البحري من خلال وجود التنوع البيئي المتميز بالإضافة إلى وجود البحار الثلاث التي تحيط بشبه الجزيرة العربية وهذا أدى إلى وجود طرق مهمة كطريق البخور وطريق الحرير الذين يمراني بشبه الجزيرة العربية وبذلك أبناء وبناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم الذي تعرفنا من خلاله على أهمية موقع المملكة العربية السعودية شكراً ومقدراً لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح